900 مليار سنتيم هو ما حصله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الوجارة من اشتراكات صغار التجار الحرفيين والفلاحين خلال الثلاثة عشر الأخيرة لألفين وخمسة عشر بعد رفع ضريبة التأخر على المشتركين حسب ما كشف عنه المدير العام لكاسنوس في تصريح للشرق نيوز في الضرف أقل من ثلث شهر وينعنا أكثر من 123 ألف مشترك لجاء قدم الاشتراكات نتاعه وخاصة مني كانوا عندهم تأخر كبير وهذا يعني لما يقدموا الاشتراكات نتاعهم ونديروا لهم أيضا جدول هذه تسيلة تروح حتى تتنحلهم مباشرة كل ضريبة تأخر سنتيم عن 900 مليار سنتيم اللي دخلت في أقل من ثلث شهر المسؤول الأول على خزينة كاسنوس أكد أن الصندوق لا يحتاج إلى إعانة الدولة وهو يمول نفسه من اشتراكات وأداءات مشتركيه لا يوجد نفسه أبدا وما طلبناش خلاص يعني الدولة بيجتمد الاشتراكات بالنسبة للمرسوم جديد نقدر نقول بلي أولا الوقت اللي كانوا والاشتراكات يسقدمهم من أول مارس حتى 31 مارس الآن صبحوا يقدمهم حتى 30 جوان وهذه بالنسبة لكل المشتركين ولكن بالنسبة لفلاحين الآن صبحوا يعني يقدمون اشتراكاتهم حتى 30 سبتمبر وبفضل المرسوم الجديد الذي دخل حيز التطبيق قبل أسبوعين سيتمكن الجزائريون غير الأجراء من مضاعفة قيمة اشتراكاتهم 20 مرة قيمة الحد الأدنى للأجر وهو ما سيسمح برفع قيمة منحة التقاعد إلى 20 مليون سنتيم